من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه يا جمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الأمور التي يختلف فيها الإنسان عن الحيوانات أن الإنسان عنده قابلية أن يتعلم قابلية أن ينمو قابلية أن يتكامل لكن الحيوان يتبع غريزته ولا يزداد علمه بمرور الزمن كل الناس يولدون وهم لا يعلمون شيئا لكن الله جعل عندنا وسائل للتعلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة من الوسائل التي يتعلم بها الإنسان وسيلة السمع أن يستمع أن يصغي هذه وسيلة من وسائل العلم ومن أسباب تقدم الحضارات لو لا أن الناس يستمع بعضهم لبعض لما تراكمت العلوم بمرور الزمن لأن وسيلة الإنسان السمع ثم البصار والسمع أهم من البصار لأن الإنسان الذي يسمع يستطيع أن يتعلم الذي لا يمتلك نعمة السمع فبصره لا يكفي له يستطيع أن يرى الأشياء لكن لا يتعلم لا يزداد علما ولا معرفة ولذلك دائما وبشكل عام الموارد التي ذكر القرآن فيها السمع والبصر قدم السمع على البصر على كل حال السؤال هنا هل نسمع أو نستمع من وسائل التقدم كما قلت بالنسبة للأفراد وبالنسبة للجماعات وسيلة الاستماع وسيلة الإصغاء سواء كنت خطيبا أو تريد أن تكون خطيبا مفوها أو تريد أن تكون حاكما أو تريد أن تكون قاضيا أو تريد أن تنمي شخصيتك فلا بد أن يكون عندك فن الإصغاء كيف تصغي وليس كيف تتكلم أغلب الناس بغرائزهم يعرفون التكلم لكن أغلب الناس لا يعرفون فن الإصتماع حتى أن القرآن الكريم يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا استمع إلى آيات القرآن لأن السمع من وسائل التقدم بالنسبة للأفراد والجماعات الناجحون في الحياة حينما تدرس حياتهم تجد أنهم كانوا مصغين جيدين وليس متكلمين جيدين يصغون وحينما يصغون يصغون يفكرون فالإصغاء بإضافة التفكير وسيلتان لتقدم الإنسان تعلم كيف تصغي ومن وراء الإصغاء فكر فيما تصغي إليه في من تصغي إليه في المعلومات الدينية أن الاستماع يجب أن يكون إلى شيء ينفع وليس إلى شيء يضر يعني مثلا الحديث الشريف الذي يقول من استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان حينما تخضع للذي يتكلم فإذا كان الذي يتكلم يعظك يعلمك ويوجهك توجيها صحيحا فاستمع إليه وإلا فإنك تعبد الشيطان من استمع إلى ناطق فقد عبده العبادة لا تعني مجرد الركوع والسجود إنما تعتعني خالة الخشوع خالة التعلم كان كثيرا من المشركين يمتنعون عن الاستماع إلى آيات القرآن وكان صلى ديد قريش في مكة حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة يمنعون الناس من أن يستمعوا إلى رسول الله وحتى الآن أنت تجد أخيانا أنك تتكلم مع شخص لكنه لا يستمع إليك لا يصغي لا يريد أن يفهم تقول له أخي استمع قتى وإن خالفتني فيما أقول لكن استمع الاستماع من الأمور المهمة في الحياة ومن الواجبات في كثير من الأمور وكما قلت فإن من وسائل التقدم البشري هو أن الإنسان قادر على أن يستمع وأن يتراه كما عنده العلم بمرور الزمن ومن ثم يتقدم في الجانب العلمي انظروا هناك حديث يقول وشاورهم في الأمر آية قرآنية طبعا وشاورهم في الأمر روايات متعددة حول ضرورة المشورة المشورة تقتضي أن تستمع أن تقول له الشيء ثم تستمع إلى رأيه لا أنك لا تستمع إليه تستشيره يعني ماذا أنت لا تستشير الأصم إنما تستشير الذي يتكلم لكي تصغي إليه وإذا كان الذي يتكلم لا يصغي لا يتعلم أن يتكلم حينما يأتي إلي بعض الشباب يقولون كيف نصبح خطباء مفوهين أقول تعلموا كيف تكون مستمعين جيدين فإذا كنت مستمعا جيدا ستكون خطيبا مفوها بمرور الزمن أن تصعي أن تستشير أن تستمع ربنا يقول النبي والنبي أعظم من خلق الله لم يكن نالك من هو أعقل منه لكن يقول له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله العزيمة منك لكن عليك أن تستشير وهذه الآية من غرائب قضيتها أنها نزلت بعد معركة أحد في معركة أحد النبي لم يكن من رأيه أن يخرجه خارج المدينة المنورة لكن المسلمين الذين كانوا يعيشون حالة النشوة من انتصارهم في بدر أصروا على النبي في أن يخرج من المدينة لمواجهة كفارق ورأيشه النبي لم يكن من رأيه لكن بعد أن أصروا على النبي قبل منهم ذلك ولبس لامة حربي قال نخرج بعد الصلاة بمجرد أن أكمل الصلاة وأراد أن يخرج جاءه بعض الذين أشاروا عليه بالخروج وقالوا يا رسول الله لا نضم صوت عزب التعبير نضم أصواتنا إلى صوتك نبقى في المدينة قال لم يكن النبي إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يناجز مادم لبست ملابس الحرب فلابد أن نذهب للقتال هذه الآية نزلت بعد معركة أحد التي انهزم فيها المسلمون وقتل منهم أكثر من سبعين ومنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب الآية تقول يا رسول الله صحيح أن رأيك كان صحيحا وآراؤهم كانت باطلة ولكن لا تبطل حسب تعبيرنا لا تبطل عن المشورة شاورهم استمع إليهم لكن إذا عزمت فتوكل على الله العزيمة منك والمشورة منك وعليهم أن يشيروا فإن أشاروا ورأيت أن رأيهم صائب اعمل وإن لم ترى رأيهم صائبا فاعمل برأيك لا برأيهم ما دمت ترى أن رأيهم باطل بعض الناس يقولون هناك حديث يقول شاوروهن وخالفوهن يعني شاور النساء وخالفهم هذا الحديث قطعا لا يعني أن نستهزئ بالنساء كأنه الذي يفهم بعض الناس يفهم من هذا الحديث كأنه يقول شاورها حتى تخالفها شاورها حتى تعرف رأيها فتخالف رأيها لا هذا الحديث يقول شاوروهن وإن كنتم تريدون مخالفتهم يعني حتى لو رأيك مختلفوا يا رأيها بس شاورها استمع إليها الاستماع هذا شيء عظيم فن الإصغاء يعني إذا كتبنا كتابا عن فن الإصغاء فلا يكفي أمر مهم جدا أحيانا يكون سوء تفاهم لأن أحد الطرفين لم يستمع جيدا إلى الآخر ولو كان يستمع إلى الآخر لما وقع سوء التفاهم ولربما لم يقع الخلاف والصراع وإلى آخرين استمعوا إلى الطرف الآخر ليبين كل واحد حجته رب العالمين في كتابه الكريم يتحدث بعض الأوقات عن حواره مع إبليس إبليس خالف أمر الله ولم يسجد لآدم مع أن الله أمره أمر صريح وقال فإذا سويته ونفخته فيه من روحي فقعوا له ساجدين لكن إبليس لم يسجد الله سأله لم لم تسجد قال خلقتني من نار وخلقته من طيب والحديث بين الله وبين إبليس أو بين الأنبياء وبين الكفار الذين كانوا يخالفون رأي الأنبياء حديث طويل عريض في كتاب الله عز وجل حديث موجود كان النبي يستمع إلى الكافرين والله عز وجل أيضاً كان يستمع فتعلم أن تتخلق بأخلاق الله وأن تستمع وأن تصغي إلى آراء الآخرين ربنا يقول في كتابه الكريم فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه فأولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صاحب العقل صاحب الفهم يعرف قيمة أن يستمع لكن يتبع أحسنه يستمع إلى آراء الآخرين لا أحسن أن تستمع بشرط أن تكون عندك مبادئ وقيم ومثل أن يكون عندك مبادئ ومثل وقيم لا أن تكون أرضاً خالية كلما ألقي فيها قبلته عندك مبادئ عندك قيم تصغي إلى آراء الآخرين نحن لا نخاف نحن لا نخاف من آراء غيرنا ونستمع إليها لكن أن نقبل كل ما يقولون هذا يرجع إلى مبادئنا إلى قيمنا وإلى مثلنا لكن رب العالمين يبشر فبشر عبادي يعني عبادي الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه ثم يقول ربنا أولئك الذين هداهم الله الله يهدي العباد ومن جملة أسباب الهداية السمع والاستماع والإصغاء هذه من جملة أسباب الهداية وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول النيرة يستمعون إلى الآراء المختلفة الإمام علي سلام الله عليه يقول في اختلاف الآراء علم ومواقع الخطأ والصواب يعني إذا كنا كلنا مثل طبقة البيض مثل مجموع كلها متشابهة كلنا كلنا نفكر بتفكير واحد الطغاتهم الذين يمنعون الناس من أن يفكروا خارج دائرة ما يرون قال لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم بإلا سبيل الرشاد هذا كلام فرعون لكن الإنسان العاقل الإنسان المؤمن يستمع إلى الآراء ويتبع أحسنه هذه من نتائج العقل في الإنسان العاقل يستمع إلى الأقوال الآن يعمل بها أو لا يعمل مسألة أخرى وخطبنا يبشر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته